أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن للبيع والشراء آدابا حث الإسلام عليها وأمرنا بها فمن هنا يجب على من يتصدى للبيع أو الشراء أو التجارة أن يتخلق بهذه الآداب وهذه الأخلاق ومن جملة هذه الآداب الطيبة النية الصالحة فيجب على التاجر أو على من يذهب للشراء أن يخلص في بيعه وشرائه وأن يجعل نيته لله عز وجل صادقا لأن النية تحول الأمور العادية من العادات إلى العبادات قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ورواه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى الأمر الثاني من هذه الآداب التي يجب على الإنسان الذي يبيع ويشتري أن يتخلق بها البكور في العمل أن يبكر لعمله سواء كان صاحب محل أو صاحب سوق سوبر ماركت أو صاحب تجارة أن يذهب مبكرا لتجارة ولعمله فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي بسند حسن اللهم بارك لأمتي في بكورها وراوي هذا الحديث وهو سيدنا صخر الغامد رضي الله عنه كان تاجرا وعمل بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فكان يبكر في تجارته أن يذهب مبكرا وعندما يرسل أحدا لشراء شيء أو بيعه كان يأمره أن يذهب مبكرا فكان هذا سببا في ثرائه وفي غناه رضي الله عنه وأرضاه أيضا من هذه الآداب السماحة في البيع والشراء لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى أخرجه البخاري في صحيحه ومن هذه الآداب أيضا التي يجب على البائع أن يكون متخلقا بها عدم الغش والتدليس على المشتري ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على صاحب طعام يبيع ذاك الطعام فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فوجد البلل فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابته السماء قال هل لا جعلته من فوق حتى يراه الناس ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش وفي رواية من غشنا فليس منا وأصل الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أيضا يجب على البائع وعلى المشتري وعلى من يعمل في التجارة أن يكون صادقا في بيعه وشرائه ولذلك أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حكيم ابن حزاما رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما إذن الصدق هو سبب البركة في البيع والشراء سبب البركة في تجارتك أيها التاجر وسبب البركة للسلعة التي تشتريها أيها المشتري ما دمت صادقا فيما تشتريه ولا تخادع البائع وكذلك أنت أيها البائع ما دمت صادقا ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنة لا بد أن يتحلى بهذه الأخلاق الطيبة وبهذه الآداب العظيمة ومن هذه الآداب إن كان المشتري أو إن كان الذي يشتري شيئا بعد أن اشتراه قد أعصر فمن هنا من هذه الآداب يجب على البائع أن ينظره ويستحب له وهذا له أجر عظيم لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميصرة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل الآداب الحسنة ومن أهل الأخلاق الحسنة ومن الذين يصدقون في بيعهم وشرائهم ومن الذين يصدقون في تعاملاتهم مع الآخرين اللهم آمين وشكرا على حسن استماعكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته